موسيقى أتقدم للتعريب بنفسي نجلا بن سعد بن عود الردادي أستاذ النانو والكيمياء غير العضوية المشارك بجامعة طيبة نشأت في المدينة المنورة وهي مدينة في المنطقة الغربية من المملكة تسمى منطقة الحجاز وتلقيت فيها تعليم الابتداء والمتوسط والثانوي وتخرجت بمعدل ممتاز وكانت نسبتي 99% التحق بالجامعة بالمدينة تخصص كيمياء وتخرجت بامتياز مع مرتبة الشرف وكنت الأولى على دفعتي عينت معيدة في قسم الكيمياء وتم ابتعاثي ابتعاث داخلي إلى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة لدراسة الماجستير والدكتوراه في تخصص كيمياء غير عضوية والحمد لله حصلت على تقدير ممتاز وتم التوصية باطباعة رسالتي للماجستير والدكتوراه على نفقة الجامعة عينت على درجة أستاذ مساعد بجامعة طيبة بالمدينة المنورة في 2010 ورغم البنية التحتية البسيطة للمعامل تجاوزت تلك العقبات وقبلت ذلك التحدي وتمكنت بعد توفيق من الله نشر العديد من الأبحاث العلمية في مجال تحضير المتراكبات وجسيمات النانونية من مستخلصات نباتية طبية دوائية ونشرها في مجلات علمية عالمية متخصصة وذات معامل تأثير عالي حصلت على براعة اختراع الأولى بعنوان متراكبات جديدة نشطة بيولوجيا للباليديوم والبيلاتين مشتقة من مرتبطات حلقية عملاقة وتأثيرها على السمية الجينية في 2016 من مكتب البراءات السعودي كما حصلت على براعة اختراع الثانية بعنوان تحضير صديق للبيئة لجسيمات البلاتين النانونية مع مستخلص التمور السعودية واستخدامها في علاج الخلايا السرطانية في 2017 من مكتب البراءات السعودي وأيضا بتوفيق من الله حصلت على براعة اختراع الثالثة بعنوان التوليف الأخضر بمساعدة المايكرويف لتحضير سبيكة من الحديد المطلي بالذهب النانونية لتحسين كفاءة زيت الزيتون للقضاء على جرثومة المعدة في ديسمبر 2020 من الهيئة السعودية للملكية الفكرية حصلت على وسامة الابتكار والتمييز من الهيئة العالمية لتبادل المعرفة بنيويورك في مؤتمر الرياضة والابتكار والتمييز الذي يقيم بدبي في 2017 حصلت على جائزة تمييز والإبداع في فئة الطب والعلوم 2018 في الحفلة المقام تحت شرف صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز بمدينة الخبر في 2019 حصلت على وسام الشرف للتمييز العلمي في المؤتمر العالمي الرابع للجودة العلاجية المبنية على البراهين للطب النبوي الذي أقيم في أبو وضبي في 2020 رشحت من أمارة المدينة المنورة ضمن الشخصيات الملهمة في اليوم العالمي للمرأة في المنطقة المدينة المنورة في 2020 حصلت على أفضل عرض في المؤتمر الدولي الرابع للكيمياء والتنمية المستدامة والذي أقيم في المملكة المغربية مراكش عينت على درجة أستاذ مشارك بجامعة طيبة بالمدينة المنورة في 2019 والحمد لله ما زلت أعمل بنفس الحماس والشغف والإلهام والطموح في مجال البحث العلمي ونشرت فوق خمسين ورقة علمية في مجال النانو والكيمياء غير العضوية وسوف أتقدم للترقية لدرجة الأستاذ قريبا بإذن الله من أهم أسباب النجاح وضع أهداف محددة بزمن معين والعمل بشكل دؤوب لتحقيق هذه الأهداف من الشخصيات التي أثرت في شخصية بشكل كبير وقوي شخصية الوالد الله يحفظه شخصية عسكرية قيادية طموحة ذات همة عالية وشغف كبير أتمنى مزيدنا الرقي والنجاحات والرياضة والتمييز لبنات وطن السعوديات في كافة التخصصات خصوصا مع تمكين المرأة السعودية في هذه الحقبة الذهبية من الزمن في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز